تدرور حتفاق السوكولم في الحديدة على نقطتين أساسيتين الأولى انسحاب الأطراف من المدينة أما الثانية تسليم المحافظة لإدارة السلطة المحلية هاتين النقطتين أثارتا جدلا كبيرا وتسببتا في فشل باتريك كاميرتس أول رئيس لجنة لأعادة الانتشار ابتعثته الأمم المتحدة ووافق عليه مجلس الأمن لتطبيق اتفاق السوكولم واقعا على الأرض وتسليم الحديدة للسلطة المحلية خلال أسبوعين هذا التسليم أسل لعب الحوثي وجعله يتشبث بخيار عدم الخروج من المدينة عدم انسحابات شكلية وصفت حينها بمسرحية الانسحاب من موانئ الحديدة فيما فرض الخيار على طرف القوات المشتركة بالثبات في مواقعها لحين خروج الحوثي السؤال الأهم الذي يطرح بقوة على طاولة اتفاق السوكولم لمن شرعية الامساك بزمام السلطة المحلية في الحديدة إذا كان الحوثي في جداول الأمم المتعدة سلطة أمر واقع والشرعية سلطة أيضا وهنا يتساءل المتابع مستغربا أولم يكن الأجدى أن يخرج السوكولم بإجابة واضحة صريحة بدلا من ضبابية هذا الاتفاق الكسيح الذي طرحت بنوده بعموم وإذا كان تسليم الحديدة هو الهدف والغاية من اتفاق السويد فإن الغاية التي لا يعرف لها مصير أما الأهم فعلى ماذا وقعت الأطراف في السويد تبدو الإجابة منطقية أن الأطراف الموقعة على السوكولم ورعاة الاتفاق كان هدفهم إيقاف معركة الحديدة بأي شكل من الأشكال فالحديدة حينها كانت قاب قوسين أو أدنى من استعادة الأبطال لها وذهابها من أياد الميليشيات الحوثية إضافة إلى الخسائر البشرية والمادية المهولة التي لم يتعود عليها الحوثي منذ معركة عدن سوكولم بحق أعطى الحوثي مساحة ضبابية واسعة يراوغ فيها وهو الذي طالما أجاد المراوغة بالاتفاق ونقيضه وهنا تتضح الحقيقة المرة فاتفاق السوكولم الففاض كان عقدة المشكلة أكثر من كونه بابا للحل فقد اعتمد هذا الاتفاق على سرعة الإنجاز في وقت اللقاء والختام والإيجاز واقتضاب في صياغة المضامين بنود مفتوحة لم تسمي الأطراف بمسمياتها جعلت من الحديدة تعيش حالة من الاحتراب الدائم وفجلا في تنفيذ وساطة الأمم المتحدة في ملف واحد بثلاثة مبتعثين تحت مضلة الرقابة تارة ولجنة الانتشار تارة أخرى وجولات حوار فاشلة في إخراج الحوثي من الحديدة واكتفت بمراقبة خمس قطاعات داخل المدينة وكأن السوكولم لا يعني الدريهمي ولا حيس ولا التحيت ولا الجبلية ولا المقاء الحوار حوار بيزنطي لا يبدو مشهد النهاية له قريب والأقرب منه لسان حال المواطن اليوم القائل ما بين شرعية الطرف الحكومي وسلطة وتسلط الحوثي المراوغة ضاعة الحديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة